أهلا بحضراتكم مرة تانية يعني في الحقيقة مبرح أكيد يعني اللي ما اسمعش تصرحات المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المسري للكرة القدم الحالي أو الرئيس اللجنة المؤقتة اللي بيدير الاتحاد لحد يوم خمسة من شهر يناير أو من العام الجديد في أول شهر يعني اللي ما اسمعش أكيد أرى يعني وأكيد تابعي التصرحات الغريبة شوية اللي قالها تبدو مبشرة بصراحة يا تبدو مبشرة لنا كأهلوية والمنتخب مصر طبعا كمان لكن على أرض الواقع ما فيش أي حاجة رسمية الرجل قال إيه قال يا جماعة أنا بقول لكم أهو في إحدى مندخلات التلفزيونية الأهلي حيلعب بكامل نجومه في كاس العالم ده سلام حلو قوي ومنتخب حيلعب بكامل نجومه في كاس أمم أفريقيا يا سلام ده جميل جدا طب إزاي يا فندم ليس كل ما يعرف في قول طب إيه يعني الألية اللي حتحصل أو اللي حيتم التبحة عشان كل سواء الأهلي أو المنتخب يلعب بكل اللعيبة بتاعته مش هقول دلوقتي وإحنا لينا دور وأكيد لينا دور أنتوا فاكرين إحنا عادين سكتين يعني لا إحنا مستكتين إحنا لينا دور فالواحد عمال يفكر في التصرحات عارف لما تيجي تقلب الورقة دي تجيبها كده تلاقي الأمور مش نفعة طب تجيبها كده برضو مش نفعة تعدلها تاني برضو مش نفعة طب إنت هتجيب الحل من إيه يعني الحل حيبق يعني بصراحة أنا أتمنى أن يكون في حل وحنكون أول ناس نسقف للمهندس أحمد مجاهي وأول ناس حنشيط به ده لو هو فعلا واخد خطوات فعلية وحقيقية في اتجاه حل هذه الأزمة لكن هو هنا السؤال بصراحة طب طالما في حلول فين الشفافية حضرتك طب طالما في حلول ليه حضرتك ما بتقولش للأهلي إحنا وصلنا الحل الفلان ليه ما بتطلعش يعني بيان رسم الانتحاد المصر الأهلي بعتلك أكتر من خطاب الأهلي بيقولك بعد إذنك يا فاندي محل شوف المشكلة دي لأن هي مشكلة مش خاصة بالأهلي بس هي خاصة بمصر ومنتخب مصر إحنا نفسينا مصر تلعب أمم أفريقيا وتاخد البطولة وتوصل النهائي بكامل لعبتها بالعناصر الأساسية اللي بيبقوا عايزينهم دايما من نادي الأهلي ده طبيعي جدا زي ما عندهم عناصر أساسية من الزمالك وبيرامدز ومحترفين وكلام من ده إحنا نفسينا إحنا كمصريين وإحنا بنتفرق كده على منتخب فطوية أمم أفريقيا نبقى قاعدين بنحلم مع المنتخب إنه ياخد البطولة نفسينا في كده كلنا وأي حد يقول غير كده يبقى غلطان بصراحة وفي نفس الوقت نفسينا لممثل مصر وممثل أفريقيا في كاس العالم الأندية إنه يشارك في البطولة بكامل نجومه أكيد ليه لأ الأهلي ما وصلش المبرنة حلم من أحلام الأهلوية خدنا مركز التالت أكتر من مرة خدنا مرة إيه نفسينا بقى يعني ناخد التاني يعني ليه ما ناخدش كاس العالم يا سيد دي خلينا نحلم فيش مشكلة رغم طبعا الصعوبة في الموضوع دي أنت بتلعب مع لفل عالي قوي قوي يعني اللي هو بطل أوروبا أكيد يعني لكن طبق الفرص المتاحة موجودة لأن في الأول في الأخير هي قورة حلو لكن الحلول إزاي تتمثل في إيه أنا مش عارف ليه ما فيش شفافية برضو مش عارف بغض النظر بقى عن بعض التصرحات اللي ما تلاقش أبدا بأي حد يكون متواجد في منصب زي منصب رئيس اتحاد الكوري يعني ما ينفعش مثلا يعني مع كامل احترام المهندس الحل من جميع ما ينفعش أطلع أقول الناس الفتايين لا نسيب بال سيب من المصطلحات دي الناس مش موجودة في مركز كبير زي رئيس اتحاد المصري الكوري مش مناسبة مش لايئة يعني عارف رئيس اتحاد الكوري يقول كلمة الفتايين دي مش لايئة أنا ما عارفش هو أصدع على مين لكن في كل الأحوال أيا كان أصدع على مين لا الناس كلها ليها احترامها الناس كلها ليها كل التقدير أي حد يقدر يقول حلول أي حد ينتقد أي حد يعمل أي حاجة دمان تم مش مطلع لحلول ملموسة ما فيش حلول على الأرض الواقع كله كلام مرسل وكله كلام زي ما قلت حالكم يبدو أنه هو مبشر جدا لكن حتى الآن ما فيش أي جديد ما فيش أي خطابات وصلت لنادي الأهل لا من اتحاد الدول ولا الاتحاد الأفريكي ولا اتحاد المصري لكرة القدم ما فيش غير تصريحات المهندس أحمد من جهاد المبارح اللي بنأمل جدا أن التصريحات في الآخر تطلع حقيقية ويبقى الموضوع فعلا في حل لكن تعالوا نفكر كده مع بعض هو ممكن يكون الحل ممكن يكون الحل هو الحد دلوقتي ما فيش حلول أنا بقول لحضراتكم ما فيش حلول حتى الآن لكن تبقى للتصريحات دي تعالوا نستشف مع بعض كنفكر مع بعض بصوت عاد رقم واحد هل ممكن يتم تعديل مواعيد كسل العالم الأندية لا انسى مستبعدة تمام هذه حل رقم واحد استبعدوا ما تفكرش فيه أصل لأسباب كتير جدا من غير ما نخوض فيها تمام تاني حل وهو الأقرب تبقى للمعطيات وطبقى لإراية المشه ايه هو الحل انه يبقى فيه تبكير لبداية كسل العلم الأفريقية ثلاثة أربع تيام أربع تيام بالتحديد يعني بيحس ان البطولة تبتدي بدري شوية تنتهي قبل بداية كسل العالم ويبقى فيه مساحة أربع تيام بالظبط أو ثلاث تيام تقريبا للأهلي أو بالما يجمع لعبته ويشارك في أول مباراة ليه يوم 5 فبراير هو ده الحل الأقرب من المناسبة عشان بعارفين يعني الأهلي كده متضرر برضو هتقول لي عمو انت مش عاجبك حاجة هقولك لا هي ظروف وإحنا موجودين فيها وانفيش حل غير لو تم تنفيذ الحل التاني لا بقوله حضراتكم ده انه هو يبقى فيه تبكير لبطولة الأفريقية وبرضو حيبقى فيه الجهاد للعابة النادي الأهلي لك أنت تتخيل أن من الوارد أن تونس اللي فيها علي معلول توصل نص نهائي مالي اللي فيها أليو ديانج تبتتكلم على اسمين جامدين أوى أو مهمين وعناصر أساسية في فرية النادي الأهلي يوصلوا قبل نهائي بإذن الله واحد أحد يا رب مصر كمان توصل لنص نهائي كم لعيب في مصر من الأهلي عد سبع تمن لعيب ده بالميت الله أعلم اخترارك كيروش هتبقى إيه ساعتها لكن أقل تقدير نقول سبعة سبعة حط عليهم ثلاثة المحترفين بما فيهم بدر بنون لو نضم المنتخب المجربي فأدي عندك عشر ده عشر ده أقل تقدير ممكن يكونوا أكتر من جدا لو تم اختيار عناصر أكتر من المصريين في المنتخب من النادي الأهلي فبالتالي أنا عايزة أحل الفزورة بصراحة اللي بيقولها المهندس أحمد مجاهد هي فزورة وممكن يكون بيلعب معنا شوية كلها نقعد نلعب كده مع بعض ونحل بقى نقعد نتوقع ونجتهد وكلام لا بعد إذنك اطلع أقول إيه الحصر إيه الخطوات إيه الإجراءات إيه القرارات وبعدين هو إمتى وقت المناسب اللي حيتم فيه الإعلاق احنا النهاردة إيه النهاردة 13 ديسمبر من المفترض أن أنت لقص لك ثلاث أسابيع على انطلاق كأس الأمم الأفريقية اللي هي هتبتدي يوم 9 يناير طبقاً للمعاد المعلم وطبقاً لإنتحاد الأفريقي اللي كرة القدم اللي عمل العد التنازلي على حساباته الرسمية لبدء البطولة يوم 9 يناير طيب أنت لو هتبدر البطولة شوية فلازم تعلم بسرعة في أقرب وقت ممكن لو فيه قرارات من الاتحاد الأفريقي بكده فلازم يبقى فيه سرعة في الأعلان يعني عشان كل واحد يستم أموره الأمور تبقى نشوفها تمشي إزاي لكن في المقابل عشان نبقى برضو بنتكلم بشكل صريح مع بعض الأهلي في كل الأحوال متضرر هتقول لي إزاي هقول لك أنت شايف دلوقتي منتخب مصر بيلعب في كاس العرب حلو وعندك ضغط المطشاط بيسوي إيه إجهاد في إصابات علي معلول نصاب مع منتخب تونس لسه فرص مشاركته متحددتش في مطش مصر حلو حمدي فاتحي إجهاد في العضلة الخلفية محمد الشناوي إجهاد في العضلة الخلفية لقدر الله ممكن أي لعب تاني يجيله إجهاد أحمد حجازي نفسه مش معنا في الأهلي بس جاله إجهاد في العضلة الخلفية فما بالك بقى لما تلعب في بطولة أمم أفريق ويحصل إجهاد للعيب وبعد يهاب ثلاث ايام بس اللي هو يدوبك إيه يلهموا حاجتهم من الفندق بتاعهم في الكاميرون ويجروا يتيروا عالمين على الإمارات عشان يشاركوا مع أهلي في كاس العالم يدوب يوصلوا يلبسوا الزي بتاع المشاركة في المغاراة على طول لو لحقوا تمرين واحد يعني يبقى حاجة كويسة لا تمرنوا مع مدير فني ولا تعودوا على الشكل اللي هيلعبوا بيه أو السيناريو اللي هيلعبوا بيه المغاراة دي تحديداً المغاراة دي خاصة جداً وليفل عاليه ففي كل الأحلال أهلي متضرر لكن إيه اللي بيحصل بيتحاول تخرج بأقل الخسائر عشان يبقى المصطلع أو التعبير صحيح يعني بيتحاول تخرج بأقل الخسائر عشان تقدر تشارك في كاس العالم الأندية بالقايمة كامل طب ما فيه جزئية تانية هي إيه أن أنت محدد بوقت معين تبعد فيه القايمة اللي هتشارك في كاس العالم طب ما هبعد إمتى طب ما تقول لي هتعمل إيه قل لي الدنيا مش إزاي عشان أقدر سيستم أموت عشان أقدر أشوف الدنيا هتمشي إزاي وأجهز نفسي إزاي فده أمر غريب جدا خلينا نشوف وخلينا ننتظر وخلينا كمان إيه نستبشر خيراً بتصرحات المهندس أحمد مجاهد إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون فيه حل ونتركب موعد الإعلان عن الحل ده يعني لأن زي ما قلت لحرككم إحنا عايزين المنتخب يبكامل الجمه والأهل يبكامل نجومه زي ما قال مهندس أحمد مجاهد وبالمناسبة ترجمة نانسي قنقر